وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التامونية بكافة أشكالها وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام تمكنت من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية تتواصل الضربات الأمنية التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق من خلال مكافحة جرائم غش السلع وحجب السلع عن التداول بالأسواق فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن من ضبط 79 طن دقيق وأرز أبيض قام مسؤول ومالك عدد من مخازن السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بتجمعها بهدف حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء كما تم ضبط قرابة 52 طن دقيق بلدي مدعم قام مسؤول عدد من المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة ببيعها بالسوق السوداء مستوليين بذلك على أموال الدعم المخصص لها أجهزة وعزرة الداخلية تمكنت من ضبط سلاسة مسؤولين عن محطات لتموين السيارات بالقاهرة والجيزة والأقصر لقيامهم بالاستلاء على نحو 770 ألف لتر مواد بيترولية لبيعها بالسوق السوداء كما أصفرت الحملات الأمنية للتصدي لجرائم حجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 153 قضية بإجمال مضبوطات بلغت قرابة 200 ألف عبوات سجائر مختلفة الأنواع ونجحت في ضبط مسؤول عن محل بدال تموني بالجيزة وبحوزته 5 أطنان سكر تموني معبأ داخل عبوات بها نقص في الأوزان وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 10 أطنان ونصف أسمدة زراعية بمحل ومخزل الأسمدة الزراعية بالمنوفية والشرقية تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وضبط 31 طن سكر بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالإسكندرية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 46 طن أسماك ولحوم ودواج غير صالحة لاستهلاك الأدمي بالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وأسوان والإسكندرية كما تمكنت من ضبط 83 طن ملح طعام غير صالحة لاستهلاك الأدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حالة رحيها للتداول بالأسواق بحوزة مسؤول مصنع لتعبئة ملح الطعام بالمينيا وضبط قرابة 26 طن مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الأدمي بالمنوفية والشرقية والجيزة كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مسؤول مخزن بدون ترخيص تابع لمصنع للصناعات الدوائية بالقليوبية وبحوزة 59 طن مستلزمات إنتاج أدوية منتهية الصلاحية وضبط أكثر من 11 ألف قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة مسؤول محل لتجارة المستلزمات الطبية بالقاهرة